خلاصة عن نجم شمال إفريقيا باختصار الحلطة الثانية والعشرون من سلسلة التيار استقلالي في الجزائر من النشأة إلى غاية 1954 ميلادي خلاصة من خلال الماضيطرة في هذا الفصل يمكن القول أن نجم شمال إفريقيا الذي نشأ سنة 1926 ميلادي رتران في جوهره ثمر لتطور الوعي السياسي لدى المهاجئين المغاربة في فرنسا وذلك لعدة عوامل جعلته يظهر في ديار المهجر لعل أهمه وتوفي جانب الحرية السياسية بفعل حياة الديموراطية في فرنسا مطارنة مع الواقع المفروض في الجزائر ويمكن التأكيد على أن نشأة النجم إلى جانب الحزب الشيوعي رد عادت عليه بالفائدة بأن وفرت له جانبا من خط السلطة الفرنسية التي لم تكن لتسمح له بالنشاط في ظل مطالبه الاستقلالية ورغم كل العراقل وطرارات الحل التي أطلقتها السلطة الفرنسية بقي النجم ماضيا في نشاطه بتغيير أسماء تعامل ترتيتي وعن برنامج النجم فإنه شاهد تطورا مستمرا حيث بدأ مطلب الاستقلال يبرر في نظامه الأساسي ليرتمل برنامجه نهائيا سنة 1933 ميلادي على إثر جمعية عامة تقرر في عدم إمكانية ازدواجية الانتماء إلى النجم والحزب الشيوعي الفرنسي وأصبح تنظيما سياسيا جزائريا خالصا بعد انفصال تول من التونسيين والمغاربة عنه وانضمامهم إلى أحزابهم الوطنية وما يبدو من خلال قراءة البرنامج الخاص بالنجم هو ترحيل تصورات الدولة الجزائرية بعد الاستقلال وهذا على المستوى السياسي كما أنه رتز على المجلس التأسيس المنتخب بالارتراع العام لمواسطة السلطة في الدولة وتنى النجم يرتيد دائما على مطلب الاستقلال رغم طبيعة النظام الاستعماري القائم في الجزائر وفي وارتبلغت فيه السياسة الاستعمارية أوجهها في تجريد الجزائر من شخصيتها بأن اعتبرتها جزءا لا يتجزأ من فرنسا وهذا ما يميز النجم كون أن مهمته أوتان صعبة في ظل سياسة استعمارية خطيرة ولعل ما دعم النجم وانتلاته لبنية تنظيمية جيدة في فرنسا والجزائر ساعدته على طيام بنشاط واسع للمستويين الداخلي والخارجي وفي السيار تطور علاقته ببعض التيارات فتظل الحزب ما زل عن العمل الجماعي والسبب والاختلاف التبير في التصورات والمطلقات وتانت له مواقفه الخاصة من بعض المشاريع الإسلامية التي ظهرت في فترة نشاطه حيث رفضها تون أنها تتعرض مع مطلب الاستقلال ولأنه تان يقف ضد المشروع لتقييم الجزائرين أعطى النجم أمالاً روية لطول ستان شمال إفريقيا حيث تان بداية الانطلاق لمطالبهم ولعلها من جز حتى تطع النجم وتصره لحاجز الخوف من الممارسة السياسية الوطنية في الجزائر وفتح الباب واسعاً أمام الجميع للقيام بداية وتذى التحول الذي طرى عليه إذ بعدها تان يقوم باحتجاجات وترحم طالب إسلامية وأصبح ذات وجه ثور وطن يطالب بالاستقلال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اشتركوا في القناة